كل ما حاول العراقيون النجاة من مخالب الحروب والمصائب وقعوا في أخرى أكثر فتكا وأشد تنكيلا ولعل فيروس كورونا يكون مصيبة جديدة يواجهونها بأيدي مكبلة فلا مؤسسات صحية قادرة على الصمود ولا حكومة تهتم بالكارثة التي قد تحل إن استفحل هذا الوباء مركز أبحاث شاتام هاوس البريطاني اعتبر في تقرير له أن كورونا أكبر تهديد للنظام السياسي الهش في العراق والذي كشف نتائج الصراعات والفساد وسوء الحكم في القطاع الطبي والنظام الصحة العام الذي يعاني انهيارا هائلا كما اعتبر المركز البريطاني أن أطباء العراقي يكافحون الفيروس رغم افتقارهم لمعدات الوقاية التي يشترونها بأنفسهم فيما لا تجري وزارة الصحة فحوصات على السكان في المناطق التي انتشر فيها هذا الوباء والأمر متوقف على من يتوجه للمستشفيات للفحص وهو مؤشر على إهمال حكومي واضح الفساد الحكومي وعسكرة المؤسسات الطبية شكل فجوة كبيرة بين السكان والدولة وأفقدهم الثقة بالمؤسسات الصحية الحكومية في وقت لعبت فيه حركة الاحتجاجات الشعبية دورا كبيرا في زيارة الوعي بشأن مخاطر التجمعات واحتمالية انتقال العدوى كما يقول مركز شتان وفي خضم هذه الأزمة تنتظر المؤسسات الطبية الدعم الفني والمالي اللازم لمواجهة كورونا بعد سنوات من الفساد الحكومي وتوجيه موازنات الدولة المالية لدعم ميليشيات الأحزاب بدلا من تطوير قطاعات الصحة والتعليم والخدمات العامة لجنة الصحة النيابية حذرت بدورها من انهيار النظام الصحي في العرار إذا ما تجاوز عدد المصابين حاجز الخمسة آلاف معتبرة أن الأسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين في ملف كورونا خاصة أن هناك شكوكا بوجود عشرة آلاف إصابة يرقد أصحابها في الحجر المنزلي لعدم امتلاك المستشفيات القدرة على حجرهم فيما دعت خلية الأزمة الحكومية إلى التريوث في تخفيف حضر التجوال لأسبوعين آخرين وحذر الخبراء من أسوأ احتمال يمكن أن يقع في البلاد وهو أن يصاب مائة ألف عراقي بالفيروس ليبقى العراقيون يترقبون بصيص الأمل والفرج من بين براثن المصائب الكثيرة